وينضم إلينا من بغداد محمد فاضل مراسل الغد تفاصيل العملية ومداخل الجادرية إن كانت لازلت مغلقة يعني ضعنا في مجمل أجواء نعم جميع تفاجأة عندما وجد جهاز مكافحة الارهاب ينتشر في منطقة الجادرية وهي من المناطق الرئيسية في بغداد وهي قريبة جدا من المنطقة الخضراء بل هي ملاسقة للمنطقة الخضراء وأيضا قطع المداخل الفرعية لهذه المنطقة ومنطقة الزوية وهي منطقة أخرى ملاسقة لمنطقة الجادرية العملية كما أعلن عنها أو كما سربت لنا المعلومات تفيد بأنه هي عملية بحث عن أماكن إطلاق صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وتحديدا على السفارة الأمريكية هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات تخباراتية بأن الصواريخ التي أطلقت فجر يوم الثلاثاء الماضي كانت قد أطلقت من منطقة الزوية لكن على ما يبدو أن جهاز مكافحة الارهاب وبعد تفتيش لهذه المنطقة لم يجد أي دليل حول هذا الأمر لذلك انسحب قبل حوالي ساعة ونصف من الآن انسحب من المنطقة تاركا بعض المفارز الأخرى التابعة لقوات الرد السريع لكن الأمر المثير للاستغراب أن هذه المنطقة هي منطقة تركيبة معقدة فيها تجد المؤسسات الحكومية تجد أيضا الأحزاب المشاركة في الحكم أحزاب أخرى من الناس الموالين للحكومة إضافة إلى وجود عدد كبير من التجار لذلك تبدو أن المعلومة التي وصلت إلى جهاز مكافحة الارهاب أو إلى الحكومة هي معلومة غير دقيقة في هذا الوقت أيضا تزامن لقاء ما بين رئيس مجلس القضاء والأعلى وسفير الأمريكي ما أهم ما دار في ذلك اللقاء كان لديك معلومة؟ نعم نعم يمكن اعتبارها زيارة من قبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أو في بغداد إلى رئيس مجلس القضاء على القاضي فائغ زيدان دار الحديث في هذا اللقاء على عدة أمور لكنها تركزت حول إمكانية تفعيل مسألة تجريم ومحاسبة من يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد وفي العراق عموما وعلى الأخص السفارات هذا الأمر ربما جاء بعد أن أحست الولايات المتحدة بقلق نتيجة تزايد الهجمات المستمرة على سفارتها لذلك كان هناك اتفاق ما بين مجلس القضاء العلاء وبين السفير الأمريكي بأن المجلس القضاء سيفعل بعض المواد القانونية التي تدين أي شخص يقوم بهذه العملية ولا يعتبر هذا العمل هو عمل بطولي أو حتى عمل ثأري باعتبار أنه قوات احتلال ولا آخره لا هذا الأمر سيكون ضمن المواد الإجرامية التي تطال من يقوم بهذا العمل طبعا السفير الأمريكي لم تقتصر زيارته على فأخ زيدان رئيس مجلس القضاء العلاء يوم أمس كان هناك لقاء أيضا مع رئيس الجمهورية وبحث أيضا نفس هذا الموضوع الذي بحث مع فأخ زيدان رئيس مجلس القضاء العلاء شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل الغد محمد طاضي